موسيقى يخوان بهذا الفيديو بدي افوت على الانستغرام وانزل ستوري او قصة اول واحد بشوفه رح نتحدى بو ثري واذا فاز او خسر اف 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 رح يربح الرويل باس لا لا هيك كثير وكيش الكرم هاف لا انجد يا اخوان انا قلت لكم رح نعمل مصابقات وسحبت شوي ولكن ارجعنا ولكن ارجع اسمع يلا بدنا نضوّل خلينا نشوف مين اول وعد للاماني اخوان قبل شوي نزلت ستوري بس فيه ثلاث شافوها بنفس اللحظة فمعرفت مين الاول رح نرجع نعيد خلونا نروح جهزت الستوري وكتبت اول واحد محظوظ بصرعة بتانزل الستوري واشوف ان شاء الله ما يتكرر اللي صار قبل شوي يلا شير خلونا نشوف يخوان ملك كرة قدمنا وورنا اسمع محداش يقول لا تقارن يلا عن جد يلا بصرعة بصرعة واحدين ثلاث ما في حدا واحدين ثلاث ما في حدا واحدين ثلاث هايو هايو يخوون اسمه محمد 1122 الحسن تعال ولك تعال راح تربح رايي الباس بس ما راح نقول له والله اخوان الشاب كتير محترم بقول لي مش لعيبي كتير بصراحة بس شرف لي ألعب معك لو ما فزت اسطورتي زم ولك اسطورتي بدي ألعب معه بتشكلات غريبة بما انه مش كتير محترف يعني لانه بالحالتين هو فايز يلا وهاي حسابه اسمه ابو حميد كؤوسه 4300 من كلان المملكة اظن انه من السعودية صح؟ بالضبط تحياتنا هل السعودية اسمع والله ايدي اوجعتني قد ما ضربت الطاول مش عارف ليش المهم خلينا نعطيه اول جيم والله اخوان لقيت هاي التشكيلة عندي فخلينا نفوت له فيها ممكن يفوز والله انا التشكيلة يعني ولا عمر اللعبت فيها بس مش عارف ليش هي عندي يعني بسم الله خلونا نشوف اول جيم هاتولي اياه ولك يلا نشوف ايش تشكيلته بالاول انا فايت بتشكيلي والله مش عارف ليش عندي زلمي 2.6 ميجانايت رح نزل عنها فيديو بسرعة ايسي سبريت وسكيليتون شوي بس واحد اثنين عشرة انا زل هوك راح راح لوك اوه واحدة ايش هي تشكيلة هاي زلمي راح حط مص كتير ونسحب بالفاير سبريت اللي عنا كل انواع سبريت بالتشكيلة ايسي سبريت من هون وتحط طلس كيلتون من وارا بتكون صديت امهم وصيكننا لهوك مرة ثانية تشكيلته غريبة يا زلمي واحد اثنين عشرة المشكلة مع والي بريكارز والماسكي شكله غلط فيها كان بدون نزل فالكيري هو حلو 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 ايه منسحب الفالكيري اوه شوي بس لا لا اغلطت بالكترو ايوه هسا بتنزل فاير سبريت ترجع الفالكيري دفع كتير نار ماحدة اتقول ليس يا زلمي ايسي سبريت من هون سيكلة الالايت حالينا في اديه صح؟ طب خلينا ارجع له بميغا نايت من وارا ما رح يتوقع 2.6 ميغا نايت ايش هاض؟ ما بعرف رح احط لهوك اظن البرج رح يروح واحد اثنين ثلاث هوك ريدر ولا الميغا نايت راح شوف هاي الهجمي زلمي يخرب بيتها الكترو سبريت بدي تجربها في التوبلادر هاي حلو واحدة فنتين سكيلتونس ثلاث الرابع هاي الهوك الخامسة ولاك ولاك يخرب بيته خمسة ضرباته الهوك والله كهير وسخ الهجمي ميغا نايت هوك ايش سبريت ايه فاير سبريت قصد من هون رح يضرب واحد مش مشكلة حلو يا الله واحد اثنين عشرة هوك رايدر يخرب بيتها ما اسرعها هاي زلمي كله كروت اللي معنا واحد كسير ثلان كسير بس رح البرج والله تشكيلته حلوة هاي زلمي رويل ريكروت إيلايت بربر والبريكرز فالكيري بس الجوي بس مسكي يعني ولايش مسكي تير من هون ايش سبريت بالشكل هاف كمان ايش سبريت شوفوا هاي الهجمي بدي اعمله كل كروت بالنص شوي بس واحد اثنين ثلاث شوف 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 هوك غوبلنز الي كتر سبريت ايش سبريت كل الدنيا يا زلم سكيل ترنز من هون حلو حلو مسكي تير بالشكل هاف واذا حط اللي إيلايت بربر برضو بنسحبهم عادي مارة ثانية اوف ليش لو كرحك الله يخرب بيت اي زلمي مش مش كريه اول جيم انتهي ولا اول جيم خلص يلا بسرعة بدون ما نطول خلونا نفوت على الجيم الثاني بدي لعب نفس تشكيلته هاي كوبي ديك بيست خلينا نبعث له دعوة شوي ايتاتش بس بدك تعذرنا يمعلم استنى علي شوي تعال هلا بنقدر نفوزي بتشكيلته خلونا نشوف ان شاء الله بس ما يكون مغيرها عشان نكون بنفس التشكيلة يلا اسمعوا رح هزت برباريا مباريل نشوف غيرها او لا حلو ميجا مينيون ممكن هي مس كتير خلينا نجازل اسهم اذا رمى ولي بريكرز ارمي ولك زيت ولك ما بده طب ماشي واحد اثنين عشرة ولي بريكرز في عندي هجمي اخوان رح تخلينا ناخذ البرج كأنه حرف الجي ما طلع بالهجمي صح؟ مش مشكلة ميجا مينيون رح هزت رويا ريكروت انا بدي اياه يصرف هالكرت واحد اثنين ثلاث رويا ريكروت اذا صرف الريكروت هسه رح برجه ممكن نزل فالكري حلو شوفوا هسا الهاتف متابعتي فالكري وراها برابر مميزون هسه بقول مالو هاض بقوللي ثانكس حلو استخدم الفالكري انا اسف بس برجه اقطار رح اترك فالكري من هون لفي بس واحد اثنين البرابر المميزون راح 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 بسرعة والبريكاز على اليمين راح البرج مستحيل جديد هجمي واحد هاذ الفني بدك تعرف كيف توجه ميزانة من طبعا اخونا يا اخوان ابو حميد هو جديد عكلاش يعني هو قلي مني كثير الععيب بس فيش حدا نزل اللعبة اسطورة شوي بس مس كثير من هون يعني انت بدك تظل تلعب و تدربة بحالك عشان تصير فنان انا والله الاسبوع ولا جيم لعبيت حتى بنزلش اشي ع القناة والله فارجعت بمصابقة عشانكم لانه قلت راح نعملو المهم راجعين اه خلينا انا ازن اه ازنل انزل بالكري من هون اسمعوا بدي افوت معو كمان جيم ميجا مينيون و خليه فوز انا اسف انك قاعد تشوف الفيديو بس لازم افوز القيم واقول انت فوزت معانا بالتحدى عشان انك فوزت القيم يعني عادي اخوان نفوز 3-0 مع انه قلنا بو 3 بس راح نفوت كمان القيم شوي ريوري كروت انا يمكن ما فارجيكم لقيم الثالث عشان الفيديو مىيصير كتير طويل بس المهم انكم شفتوا كيف الفكرة دائما خليكو جاهزين شوي بس إلايت بربريز مس كتير من هون اوووو بالكيري المهم يا اخوان اه القيم علاجه هبخلص راح هزيت ولي بريكرز من هون فراح اقص التصوير وارجع لكم على القيم اللى بدي افوز فيه برجع بقول مرة ثانية انا اسف انك بتشوف. بس لازم نفوز معنا جيم. الايت بربر من هون. اظنى ما معه راير ريكروت. خلينا نزهت اسهم بس زي هيك. جود جيم. الدول ما نطول عليك وخلونا نفوت على الجيم الثالث ونفوز اخونا. ونعطيه جائزة. الجيم حرقي اخوان ثري ماسك من هون. رح يوصل واحد مش مشكلة. حلو حلو. لعب الجيم الثالث وبنفس ما غير التشكيلي يعني. سوي بس الانترنت علق يخوان الانترنت علق وكعشرة كثير. ايس تقول من هون. خلينا نزل الهانتر بالنص. لا الاكسر كل اكتر. جود النايت من ورا. جي جي يخوان والله خسرت. ده يا زلم صعبة صعبة. والله حرامة من زلمة. فبس يخوان هيك بيكون خلص الفي. لا ما خلص. هس رح نقول له انه انت فزت معانا. ليش لانه فاز علي بجيم. فخلونا نروح. والله يخوان شاب كثير محترم يعني شو شو بيقول لي ما بيأثر. معلش حتى لو ما فزت المهم انه كان تحدي حلو. اذا ما انت انت رح تربح معي خمسين رويل باس. المهم يا اخوان خلونا شوف كيف رح نشحن له ونوصله الخمسة دولار ونشحن له الرويل باس وبرجع لكو. وهيك بنكون شحننا له الرويل باس. طب وين يجد ولك فرجين ابشر ولك. لا يا زلمة دقي شوي يا اخوان لانه اللي سعب حاول اشحن له واتفقنا على طريقة وقدرت اني اشحن له. والله مبروك يا اخوان وبستحق الصراحة. وللي ما بعرف انا بحبش اشحن رويل باسات بحساب لانه كل شي عندي. فبنعمل مصابقات احسن وبرضو احسن لكم يعني. المهم مبروك وقلت له اللعب وكمل ويجيب كله جواز. واصلا لعبه حلو يعني اذا بظل يلعب بصير احسن مني. انا مش العيب اصلا. المهم يا اخوان خليكوا جاهزين. زي ما قلت لكم باي لحظة ممكن يصر اشي. على يوتيوب ستوري. اسمعوا. ظل صاحي بوصلك دعوة التحدي. المهم يا اخوان خليكوا صاحيين. حتى تعليقات اليوتيوب. يعني هسا اليوم انتو برضو خليكوا ممكن اعمل تحدي في التعليقات. ما بتعرف. خليك جاهز. نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.